تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية في كافة المحافظات بدأت وزارة الإسكان بتوزيع مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني على المواطنين المستحقين عملية توزيع وحدات مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني بدأت وستستمر على دفعات متتالية حتى نهاية الإسبوع الجاري لاستيعاب أعداد المستفيدين من المشروع بصورة منظمة لتغطي نسبة كبيرة من الطلبات الإسكانية بعد أن ساهمت في تقليص عدد كبير من الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار خلال توزيع المرحلة الأولى للمشروع العام الماضي ضمن البرنامج الزمني لتوزيع 6200 وحدة سكنية التي أمر بها سمو وولي العهد الحمد لله اليوم استقبلت وزارة الإسكان المرشحين للحصول على الوحدات السكنية في مدينة شرق الحد وهذه تعتبر الدفعة الثانية إذا أخذنا أن الدفعة الأولى تم تسليمها العام الماضي 2016 وطبعاً هذه الدفعة إن شاء الله سنستمر في تسليم الوحدات السكنية اعتباراً من اليوم لغاية يوم الخميس القادم وبالتالي وصلنا إلى نهاية برنامج تسليم الـ 4200 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد طبعاً أيضاً رأينا في مدينة شرق الحد الوحدات السكنية تمتاز أيضاً بطابع بحريني أصيل أيضاً يتصل مع الحد الأصلية بشكل أو بآخر تمويل مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني وأعمال البنية التحتية فيه يتم من خلال مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في برنامج التنمية الخليجي فهذا المشروع بات يعد أحد الروافد الأساسية لبرنامج وزارة الإسكان الخاص بتنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة بشأن بناء 25 ألف وحدة سكنية فحجم الإنجاز المتحقق يعكس الجهد المبذول من أجل الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية وأشكر القيادة الرشيدة من جلالة الملك ورئيس الزراء والشيخ خليفة لطول في عمره والحمد لله من اليوم مكتملة الفرحة الحمد لله رب العالمين وهذا الشيء انتظرناه من الزمان الحمد لله رب العالمين الله بشارنا بهذا الشيء والحمد لله رب العالمين اليوم اجتمعنا بعد مع الوزير شرح لنا الوحدات السكنية قاله الحمد لله بيوت تكون زينة ومريحة وكفاية النهي النهي في الحد ونحن ان شاء الله نرتبط بعض بالسكان القادمين ان شاء الله أهل الحد وحمد لله على النعمة بعد اكتمال توزيع مجروع مدينة شرق الحد ستكون الوزارة قد أنهت البرنامج الزمني المخصص لتنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع 4200 وحدة سكنية لتكون عملية توزيع هذه مرحلة ناجحة لهذا المشروع الذي بدأت انطلاقته الفعلية في منتصف عام 2013 عندما تفضل سمو ولي العهد الأمين بوضع حجر الأساسي للمشروع لتبدأ الوزارة منذ ذلك الوقت في طرح مراحل المشروع المختلفة للتنفيذ يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر